اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح مرحبا يعطيكم العافية اهلا وسهلا فيكم جميعا فيه بوست اخدته من صديق الي اسمه فادي سليمان اشكره طبعا اعطانا البرميشن انه نستخدمه من هز فيسبوك بيج عجبني كتير هذا البوست فيه اربعين نقطة عن الهجرة الى كندا وطبعا زي ما حكينا احنا موضوع الهجرة الى كندا موضوع بهم ناس كتير مش كل الناس طبعا بس فيه ناس كتير بيسألوا عنه خاصة احنا اللي موجودين في كندا بيسألونا فهذا يعني لخص تقريبا التجربة الكندية للموضوع هقرألكو ايا اعذروني قراءة بس يعني فيه كلمات كتير فعلا تعبر عن ما نفكر فيه احنا هون السؤال نقطة الاولى لما تفكر تهاجر لكندا اسأل طريقك اسهل طريقة لانك تعرف اذا كنت تنفعوا ان تهاجر اليها هو الموقع الرسمي للهجرة الكندية صدقني بلاش تسمع كلام من اي حد عشان العرب بشكل عام بيحبوا يفتوا كتير بامارة هو قالك فين وين وغير هيك طبعا انا هغير بعض المصطلحات اعذرني يا فادي اثنين نصيحة لو مش عارف تطلع على المعلومات من الموقع الرسمي انصحك تفكر في اي بلد تانية ليش لانه اذا ما قدرت تطلع معناها اللغة عندك ضعيفة ثلاث المحامي اللي هيقولك انه هياخد اي حاجة ويجبلك الهجرة ده نصاب ابعد عنه احسن اربع بص انا عارف انك عارف انه كندا برد كاتب بالمصري هو متقلقش ايوه متقلقش الناس عايشة هنا عادي والحياة مشية طبيعي جدا فعلا خمسة لو انك ما بتعرفش فرنساوي ما تضنش انه كم كورس من المركز الفرنسي حيخليك بتعرف تتكلم فرنساوي خليك في المضمون وقدم على اي مقاطعة غير كيبيك ستة لما تأخذ فيزة الهجرة الى كندا ان شاء الله حط في دماغك قبل ما تيجي انه الكنديين هنا مش فارق معاهم وصولك قوي ومش هيوزعوا عليك فلوس لما توصل الشخص لما يوصل هنا لهم شخص عادي زيه زي بقية الجنسيات العربي مش عربي كل واحد سبع كندا غالية واي قرش جاي معاك من بلدك حافظ عليك كويس وبلاش بعزاقة فلوس على حاجات ملهاش لازم قبل ما توصل مش معنى انه معك الف جنيه او ملهاش قيمة انه الالف دولار زيها تمانية لو سافرت امريكا قبل كده مش عايزك تفكر انه كندا زيها وحتكشف بعد شوية انه في فرق كبير بينهم تسعة انا اعتقد انه احسن وقت تيجي فيه هو الصيف عشان تاخد تغيرات الجو واحدة واحدة بدل ما تلبس السقعة من اول ضربة لو جيت في الشتاء عشرة صدقني عارف انه الشتاء بكون سقعة بس ما تقلقش كله بيعدي صحيح 11 لما تيجي تفكر تسكن فين اي حد ستسأله يا اما حيقولك انه احسن مكان هو المكان اللي ساكن فيه يا اما حيقولك ابعد عن المكان اللي ساكن فيه انا لو منك اخد اي حاجة مؤقتة في اي مكان وبعدين ادرس كل الاماكن في المدينة اللي انت فيها وبعدك كده قرر المكان اللي انت اريحك طبعا بعتمد على المكان اللي راح تجد فيه شغل والمدارس والامور زي 13 12 لو عايز تعيش في زحمة ودوشة عليك وعلى اي مدينة كبيرة زي ترونتو ومونتريال بس مظنش هتعجبك لو معاك عيال بس في الاخر دي مزاجات 13 اهم حاجة اول ما توصل انك تشتغل بسرعة دي اصعب خطوة وناس كتير بيجي لها اكتئاب من الفترة الاولى معلش استحمل الفترة دي وعمل حسابك قبل ما تيجي انك ممكن تشتغل اي حاجة في الاول لغاية ما تضبط امورك في البلد دي 14 اي حاجة هتشتريها في الاول زي الموبايل او الانترنت هتلاقي باقات كتير والفرقات بينهم مش كتير في السعر بلاش تاخد اي باقة عشان الفرق مش كبير الحاجة الصغيرة دي بتفرق بعدين صدقني بلاش تستقل بالارقام القليلة دي عشان بتعد بعد كده والحسابة بتحسب 15 في حاجة اسمها هومسيكنس انا شخصيا ما جربتوش بس واضح انه بيجي لستات كتير اول لما يسيبوا دولهم معرفش اي سببه بس اعتقد انه اه 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 اعتقد انه هنا انه انك تتهيئ او اعتقد انه حلو انك تتهيئ نفسيا انه كندا مش بلد سهلة وحتتعب في الاول وممكن تتعب لفترة طويلة نوعا ما 16 اول ما تلاقي اي شغل امسك فيه ولو حتى مش على مزاجك لغاية ما تلاقي حاجة احسن 17 معلش هتتعب في المكوى وتنظيف البيت والعربية والحاجات دي اللي انت ما تعودتش تعملها في بلدك انسى الرفاهية بتاعت بلدك عشان مش هتنفع هنا لغاية ما تبقى مليونير ان شاء الله 18 لما تمتح الرخصة السواء لازم تعمل حاجة مهمة جدا طول ما انت ماشي وهي الشولدر تشيك او تشيك بوينت اللي تلف كده كده البتاعة دي مش موجودة عندنا في بلدنا بس في كندا بيحبوها اوي دي اللي لو ما تخد لو ما يشوفوه حاجة كده اسمها بلايند سبوت اللي هي النقطة العمياء البلايند سبوت لما تيجي ان شاء الله حوريكو وحتلاقيها اختراع ظريف باذن الله 19 انت سايق في الشارع وداخل على تقاطع ما تهديش ابوس ايدك انت يما حتلاقي اشارة مش عسكري او حتلاقي يفطى حمراء اسمها ستوب ساين لما تشوف العلامة دي توقف لوحدك كده لغاية ما ييجي دورك عشان تعدي التقاطع ده اختراع ظريف هيعجبك ان شاء الله كنتم كم نقطة حلوان نقطة عشرين هيقولولك كندا كئيبة ومليلة ومملة والبلد بتنام من بدري بس صدقني لو عايز تعمل اي حاجة في اي وقت هتلاقي حاجات كتير ممكن تعملها متاخرة بس ما فيش نظام المول اللي بيفتح لنص الليل والكلام ده واحدة وعشرين وانت ماشي في الشارع هتلاقي ناس بتتبسم لك دي حاجة كويسة والناس دي مش بتكون عايزة منك اي حاجة غير انك بتحييك عشان انت انسان طبيعي انا عارب انه دي حاجة مش طبيعية بالنسبة لكتير ناس من عندنا بس صدقني دي حاجة عادية هنا ممكن برضو تحيي الناس بابتسامة بسيطة زيهم وحتلاقي انها حاجة ظريفة اتنين وعشرين متقولش بالنسبة لموضوع الشطافة اسأل اي عربي هنا تجيب واحدة منين وحتلاقي موديلات كتير وفيها اللي السخن والبارد واللي بشغل عالي وبشغل واطي ما تقلقش الموضوع ده سهل وحتى موجود في كوسكو في اماكن ثانية اكبر غلطة تعملها وانت في كندا انك تقارن بين دولتك وكندا الفرق بينهم حوالي كام قرن كده فالمقرنة ظلمة وملهاش لازمة اربعة وعشرين توكيل محلات الشاورمة لللبنانيين وتوكيل الصيدليات للمصريين مش عارف ليه بس هو كده خمسة وعشرين لبس بلادك التقيل بتاعك ده ما تجيبوش معاك اعمل حسابك انك هتجيب جاكيت محترم من كندا بستحمل لغاية 30 تحت الصفر وبس ستة وعشرين هتلاقي ابنك بيسألك هو انا ليه الوحيد اللي في الفصل بلبس فانيلا داخلية معرفش هترد عليه ايه وتقول له ايه وغالبا دي وسيلة العرب بيستعملوها عشان يبقوا مميزين بين بقية النات سبع وعشرين طبعا اي مرة بتنزل فيها بلدك وترجع هتلاقي نفسك راجع بمنتجات متعرفش ليش انت جايبها واضح انه ده تقليد قديم ولسه محافظين عليه لحد دلوقتي ثمانية وعشرين الاوتوبيس اللي موعيد وبيجي في موعيد مش عارف ازاي وعندك كده طريقة عشان تعرف تركب ايه وامتى عشان تروح من اي حتة لأي حتة تانية ثمانية وعشرين اه تسعة وعشرين انت محتاج انترنت وحياتك مش هتمشي من غيره هنا على فكرة السرعات هنا عالية ومفيش الدورية اللي بتطلع لك اه من اه في بلادك لما تشغل اليوتيوب ثلاثين طبعا هتنضبط في الضرائب وبلاش تعمل فيها ناصة عشان تتهرب من الضرائب عشان لو تمسكت مرة مش حينسوك وحيفشفشوك وحيبقوا وراك بقية حياتك وكل السنة واحدة وثلاثين انت عارف انه الستات بتحب تجيب حلل واطباق وحاجات المطبخ معاها من بلادها وهي رايحة كندا انا لغاية دلوقتي مش فاهم ليه بس يمكن في حنين لمنتجتنا المحلية ممكن برضو تلاتة وعشرين تلاتة وثلاثين سوري يا عمي عارفين انه كندا سقعة في الشتاء صيبونا من ده تلاتة وثلاثين مش كل الصحاب جدعان بس هتلاقي صحاب جدعان قوي حافظ عليهم كويس عشان دول ضهرك في اي وقت وانت ضهرهم برضو وهدي فعلا نقطة مهمة يا جماعة أربعة وثلاثين العرب اللي في الخليج موضوع انك تضبط ورق وتخلع على الخليج لغاية لغاية ما تاخد الجنسية اتقافس خلاص يا تيجي وتقعد زينا يا تاخد من قصرها ودور على بلد تاني احسن تديك باسبورت اجنبي من غير كندا 35 كندا هتشيل عيالك على رأسها وحتديهم ميزات كويسة بس انت اعمل حسابك على انهم حيطلع عينك شغل ما فيش شغل بيخلص بالتليفون زي بلدنا النقطة الاربعة وخمسة ستة وتلاتين في الصيف الدنيا عادي جدا وحلوة والحياة جميلة بس ممكن انها هتمطر والمطر مش احتكار لفصل الشتاء بس ودي معلومة مهمة خبوها عليكم في بلدكم ومش عارف ليه 37 في فصل الخريف في ظاهرة طبيعية انت درستها زمان حتشوفها بعينك وهي سقوط اوراق الشجر حاجة دي زي ما قال الكتاب وحتتهري وانت بتلمي الورق ده في فصل الخريف انا بضحك لانه فعلا هذا الحاجة 38 في بط حتلاقيه في البحيرات اللي قوة المدينة اللي انت عايش فيها بلاش تفكر في اللي عمله همام في امستردام عشان مش هيحصل لك كويس 39 العرب في كندا معظمهم شغالين اشغال محترمة حاول تقدم صورة كويسة عن بلدك وانت في اي مكان شغل وكفاية الفضايح اللي بيعملوها في بلدنا كل شوي مش لازم نأكد للناس انه احنا العرب كده حاول تفهم انه الناس تفاهم الناس انه بلدك محترم 40 احترم كندا وكندا هتحترمك حافظ عليها وحافظ على النظام وحافظ على القانون وساعد في تقدمها وبلاش تبص لها انها سبوبة وانك جاية هنا مؤقتا اعتقد انها بتعاملك كانسان ودي حاجة غالية اوي ومش موجودة في بلاد تانية اشكرك مرة تاني صديقي وعزيزي على اعطائي هذه الفرصة لمشاركة هذه المقالة الجميلة طويلة شوي بس جميلة جدا عجبتني ونراكم في حلقة قادمة السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد